نحن الآن نتحدث عن هلقا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصبر الصبر هو خط الدفاع الأول في مواجهات الفتن والمصائب الصبر أحبتي في الله جندي من جنود الله إذن نحن الله قد خلق بخلقه هذا إما أن خلق الإنسان أو الحيوان أو الملائكة ليس عندنا شيء آخر الله قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إذن الصبر أنواع ما هي هذه الأنواع إما صبر على طاعة أو صبر على معصية صبر على طاعة صبر عن معصية وصبر على قضاء الله وصدر على البلاء لماذا الصبر على الطاعة الطاعة بطبيعتها شاقة أن تقوم على صلاة الفجر تقول له يا حبيبي الناس نيام وأنا بفضلك وكرمك وجودك ومنك وأحسانك بين يديك قائم أصلي إله غارة النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله إن طرتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي وإن دفعتني عن بابك فإلى باب من أرتجي غارة النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله إذن هذا فيه صبر لماذا لأنه فيه مشقة أن تتوجه إلى الله في هذا الوقت إذن كيف لا يجازيك الله خير الجزاء كيف لا يجعلك في مقام في علهين إذن إخوة الإيمان علينا هناك صبر على طاعة فأنت أديت الأمر الثاني الصبر عن المعصية مش على المعصية لأنك لا تعصي الله كيف تغريك الدنيا بمباهجها وأنت تمسك نفسك عن الوقوع في المعصية صبرا عن المعصية لديك المال ولكنك لا تنفقه في ملاهي وفي يعني معاصي إنك لا تنفقه إلا في طاعة ترضي الله سبحانه وتعالى إذن صبرا على طاعة الصوم أن تتحدى الجوع والعطش لأنك ترضي رب تتحدى الإبليس الذي يزين لك كل عمل سيء لذلك قرب من الله سبحانه أنت سبحان الله إذن صبرا على طاعة صبر عن معصية الأمر الثالث الصبر على قضاء الله سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق ابتلي بوفاة ولده إبراهيم طيب هل الأنبياء يبتلون آه حتى يعلموا أقوامهم كيف الصبر على الابتلاء الابتلاء نعمة أحبة في الله لماذا لأن الله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقصا من الأموال والأنفس والثمرات يا حبيبي ما هو الجزاء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقصا من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صلاة الله على العبد رحمة وصلاة العبد لله طاعة ترجمة نانسي قنقر